للمزيد في هذا الشأن معي مباشرة محمود سعد الدين رئيس القسمة السياسي بصحيفة اليوم السابع والكاتب الصحفي أهلا بك ومرحبا على شاشتنا إذن بالفعل أصبحنا في الشكل الرسمي لبدء الحملات الانتخابية ماذا الآن؟ تحية لحضرتك وتحية لكل سادة للمشاهدين والمتابعين بالفعل النهاردة هو بداية اليوم الدعاء الأول في الأيام الـ 28 المحددة للدعاية الانتخابية للحملات الرئاسية وتحديدا حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وحملة المرشح رئاسي موسى مصطفى موسى في بداية اليوم الأول للدعاية الانتخابية اللجنة الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد من المعايير المختلفة ويألزمت بيها كلا حملتي المرشحين موسى مصطفى موسى عبدالفتاح السيسي الالتزام بيها كان أبرز ما جاء بالالتزامات أو الضوابط اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات هي عدم استخدام الشعارات الدينية عدم استخدام أي شعارات أو أعمال تؤدي إلى العنف أو تهديد السلام والأمن الوطني وكذلك عدم قيام أي موظف في الدولة أو أي شخصية سياسية تعمل بأي وظيفة في الدولة أن تدلي بأي تصريح لكلا المرشحين وعدم استخدام أي من الحملتين حملة كلا المرشحين للمرافق النقل العامة أو أجهزة الدولة المختلفة أو حتى المؤسسات الحكومية بالدولة في عمليات الدعاية الانتخابية وده كان كلام واضح وصريح ومباشر من الهيئة الوطنية لكلا الحملتين وأعتقد أن الحملتين سيلتزم بهذا الأمر في الفترة المقبلة ده الجزء الأول الجزء الثاني أنه في نفس الصياق الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن ما يعرف بلجنة رصد العملية الانتخابية أو الدعاية الانتخابية دي تم تشكيل لجنة في كل محافظة من المحافظات المختلفة وبيتضم عضويتها عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات وعضو من النياب الإدارية وأثنين أعضاء من مصلحة قطاع الخبراء بوزارة العدل وهذا التشكيل في كل محافظة من المحافظات سيتولى مراقبة الدعاية الانتخابية مراقبة الأداء الإعلامي لكل مرشح من المرشحين ولكل حملة من الحملات المختلفة الحملات الجزئية حتى الموجودة في المحافظات وسيتم رفع تقرير أولي أعتقد ممكن يكون بشبه يومي أو شبه أسبوعي أو حتى نصف أسبوعي لهيئة الوطنية للانتخابات للاتخاذ اللازم إذا ما كان هناك أي خروقات أو أي مخالفات أليس في ضمن تشكيل اللجنة أحد الإعلاميين أو هناك لجنة عليا سوف يكون فيها إعلاميون هنما العلم كذلك اللجنة الأولى التي تحدثت عنها كانت لجنة المشكلة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لجنة الأداء ولجنة مراقبة الأداء على الجانب الثاني بقى المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الوطنية للإعلام الهيئات السلاسة شكلت لجنة لمراقبة الأداء الإعلامي وسموها لجنة الرصد الإعلامي واللجنة دي حتى سيد الفاضر المحترم الأستاذ كرم مقجبر رئيس الهيئة الوطنية الصحافة أعلن أنه اللجنة دي مقرع بالهيئة الوطنية الصحافة أترقب كل الأداء الصحفي كل ما ينشر بالصحف والمواقع المختلفة وكتب التقرير أول بأول وكمان رصد المخالفات من أي من الوسائل الإعلامية إذا كان هناك مخالفات تتعلق بالآتي مثلا إذا كان أي وسيلة من الوسائل الإعلامية نالت في أو خاضت في الأعراض الشخصية لأي من المرشحين أو استخدمت عبارات من شأنها توصف بأنها عبارات سب وقصف أو حتى بدت وكأنها تهاجي مرشح على حساب مرشح آخر في إطار التصنيف والتقييم تعد هذه المعالجة مخالفة إعلامية وبالتالي سيتم التحقيق فيها وإحالتها اللجنة الداخلية لجنة تسمى لجنة التحقيق الداخلية بلجنة الرصد الإعلامي ستتتخذ الإجراء المناسب ضد الزميل الصحفي أو الإعلامي اللي ارتكب هذه المخالفة وضد أيضا الوسائل الإعلامي محمود يعني أفهم عفوا أفهم من كلامك أنه اللجان المشكلة من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وللإعلام هي لتقييم أداء الإعلاميين أو رقابة على الإعلاميين بشكل أو بآخر ليس رقابة على الحملات والمرشحين يعني لا علاقة لها بالمرشحين الرئاسيين هي لها علاقة بطبيعة عمل الإعلاميين الدور الذي تمارسه سواء الصحفي أو الإعلامي لكن الهيئة الوطنية للانتخابات هل بتأخذ هذا التقييم بشكل استشاري أم أنه يعني وأعتقد أنه الهيئة الوطنية سوف تشكل لجنة أيضا لمراقبة الدعاية الخاصة بالمرشحين وليس فقط فكرة أو شكل الأداء الإعلامي سواء في وسائل الإعلام المتلفزة والراديو والصحاف بالضبط هذا هو التوصيف الصحيح والواقعي في لجنة لرصد المخالفات والدعاية الانتخابية خاصة بالهيئة الوطنية للانتخابات وفي لجنة أخرى لرصد الأداء الإعلامي التي تتعلق بالصحفيين والإعلاميين الجديد والحابين نوضحه أنه تم عقد بروتوكول تعاون ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات ما بين المجالس الإعلامية الثلاث وتحديدا الهيئة الوطنية الصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وبناء عليه أن كل المخالفات اللي حترصدها الهيئات الإعلامية السلاسة تتعلق بأداء صحفي أو وسيلة إعلامية أو التلفزيون أو أيا كانت الوسيلة المختلفة سيرفع هذا الأمر وسيتم إجراء تحقيق بشأنه وسيتم اتخاذ قرارات مخالفة إضافة إلى أنه حتى إذا وردت أي شكاوة أو أي مخالفات أو أي ملاحظات وردت عبر البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات هذه الشكاوة المراحظات سيتم التنصيق بشأن اتخاذ اللي يجب قانونيا فيها مع الهيئات الإعلامية الثلاثة ده وفق إطار ما يسمى ببروتوكول التعاون الذي تم عقده أو الذي تم إجراءه ما بين الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئات الإعلامية الثلاثة إيه الهدف الأسمى من ده؟ الهدف الأسمى هو ضبط المنظومة العامة للأداء الإعلامي والمعالجات الإعلامية المتعلقة بالدعاية الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار أن الهيئات الوطنية الإعلامية الثلاثة ليس لا علاقة بمصار الحملات الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أو المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى ولكنها تتعلق فقط برصد الأداء الإعلامي لكل وسيلة إعلامية ولكل صحفي أو زميل إعلامي جميل طيب الجانب المتعلق بالسياسة وتمويل الحملات فكرة الرقابة وفكرة تمويل الحملات والإفصاح عن هذا وشكل الأداء والشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات في معايير الترشح المختلفة نظمت ذلك بأنه لابد لكل مرشح انتخابي أن يفتح حساب بنكي بأحد البنوك الوطنية وبالفعل تم فتح حساب بنكي وعن طريق هذا الحساب البنكي بيتلقى التبرعات المختلفة حتى أنه أعتقد أن السيد موسى مصطفى موسى المرشح الانتخابي للدورة الرئاسية 2018 كان أعلم في أكتر من تصريح صحفي أنه بدأ يتشاور مع عدد من رجال الأعمال الوطنيين لدعمه في العملية الانتخابية عن طريق التبرعات وده بالفعل يتم الحسم فيه وده تم العمل به قبل ذلك في انتخابات 2014 وكان لكل المرشحين حمدين صباحي وعبد الفتاح السيسي وقتها حسابات بنكية وتم الاعتماد بيها والعمل بيها وأعتقد كمان أنه بعد نهاية كل دورة رئاسية على المرشح الرئاسي أنه بيقدم كشف حساب أو ما يسمى الحساب المالي الخاص به للهيئة الوطنية للانتخابات يتعلق به المصاريف اللي تلقاها والأموال اللي تلقاها والمصاريف اللي أنفقها وجنود الدعاية المختلفة اللي أنفق الأموال فيها ده على جانب الجانب الثاني أنا حابب بس أفيد حضرتك خدريا أنه النشاط بدأ يتحرك على أرض الواقع فيما يتعلق بالحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مقرين للحملة كل المقرين موجرين في منطقة التجمع الخامس مقر بيكون محل عمل الدكتور محمد بهاب الشوء المتحدث باسم باسم الحملة والسفير كارم محمود القيادي بالحملة ومقر آخر للاعمال التنظيمية والإدارية وفيما تعلق أيضا بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي كان هناك عدد كبير من الحملات الشعبية أبرزها حملت علشان تبنيها وحملت معك من أجل مصر والحملة اللي كانت بتخرج من ائتلاف دعم مصر وحملة مواطن كل الحملات تم إدراجها تحت العنوان الأكبر والأهم هو الحملة الرسمية وتم التنصيق فيما بينها وتم تحديد القائمين على إدارة الحملات أيضا في الخارج بالنسبة للجلات المصرية في الخارج وأعتقد أنه هيبه فيه خريطة زمنية أو خريطة جغرافية تتعلق بالمؤتمرات التي ستعقد الخاصة بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي في الفترة المقبلة وأعتقد بدأ منها النهاردة يعني مثلا على سبيل المثال حزب المصرين الأحرار أعلن عن حملة حملة تعرف بحملة طرق الأبواب وحزب حمات وطن كان أعلن قبل أسبوع عن حملة أخرى في المحافظات وتحديدا في محافظات الصعيد لحملات التوعية حزب الوفد أعلن أنه هيعمل دعاية كبيرة بالصحف والفضائيات المختلفة للتوعية ده جانب مهم أيضا من جوانب الرصد والمتابعة الخبرية أولا بأول للتفاصيل المختلفة الخاصة بحملة رئيس عبد الفتاح السيسي على الجانب الثاني بقى حملة موسى مصطفى موسى النهاردة في عدد كبير من أعضاء حملة موسى مصطفى موسى بمقره بوسط القاهرة وأعتقد يكون لي مؤتمر النهاردة سيعلن فيه عن خريطة الدعاية الانتخابية حتى الآن موسى مصطفى موسى بيحدد إبارة واحدة في كل التصريحات الإعلامية اللي بتحدث فيها أنه يرفض التصويت العقابي أو يرفض أي تصويت من قبل المنتمين لأي جماعة إرهابية تحديدا جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وكمان بيرفض دعوات المقاطعة وبيحس المصريين على المشاركات الفعالة أنا بس فيه خبر برضو حابب ألفت النظر حضرتك ونظر كل أستاذ المشاهدين اللي بيتابعونا من شوية اكتشفنا أنه من بين القرارات المهمة اللي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات كان قرار يتعلق بجمعية السادات للتنية وهي الجمعية التابعة أو التي يترأس مجلس إدريتها النائب الساقط عضياته محمد أنور السادات ولافت أن محمد أنور السادات كان تقدم بطلب رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لكي يشرف على العملية الانتخابية